طيب هذا الشكل الزعق اللي أنت بتقول عليه فج أنا مش أنا اللي بقول يعني ده خلاص يعني انتهى من مسيرة إسلام بحيري مسيرة خلينا نقول الإعلامية لأنه في مسيرة فكرية في مسيرة إعلامية بص أنا مؤمن لحد اللحظة دي أنه ما حدث بشكله كان أولا صادق جدا كان ذو أثر ما كانش يحصل أثر إلا بشكل ده يعني أنا شايف أن اللي اتعامل في حينها كان مظبوط جدا ومهما أنا شفت الحد الآن من اللي هو إيه نغير الطريقة عشان الهدف يوصل أنا كن شايف أن الطريقة أو الهدف مترافقين متوافقين في الشكل الأول في الشيب الأولين إنما دلوقتي الأصل اللي أنا عايزه حصل فحتى صدقا من جوايا مش مجرد تاكتكس يعني صدقا إن أنا ما بقتش عايز أكون بهذه الحدة قدام الناس لأن الأصل اللي عايزه عشان الحدة اللي اتعاملت الأولين وصل أن الناس أصبحت على فكرة الناس من أبسط الناس بيتقوله والإمام العظيم المبجر المحترم وفعلا بس بيغلط فبقى يتقبل الفكرة لما يحصل تقبل الفكرة زي ما قلت لك رجع لبشرية التراث على فكرة الفكرة دي عامة في الوطن العربي في الخمسين فاته كله ده الحصاب دلوقتي قدر أقوله بقى طبعا هقدم لك فكرة تانية جديدة خطها بقى جنب البناءات المبنية أصلا لكن تخيل الأرض مبني عليها 100% من مساحتها فالمفكر الجديد أنا أو أسدتي الكبار في 150 سنة تنوير ما عرفش الفكر يوصل لأن أنت سايب الأرض محتلة تماما ب100% على الأرض مبنية لا لازم ترجع لبشريتها فتسيب مساحات تانية تبني عليها فكر لكن أنت أنا ورست مجتمع لما ابتديت يعني سبت الكتابة وعملت البرنامج مؤمن أن كل حاجة تقالت زمان يعني كل شيء زمان خلص خلاص أنت فكرت ده موجود قبل كده وده قال تقال وده تقاله طب إيه الجديد ممكن نعمله يعني فكان لازم الشكل الأول ومش بقول أني أصدته أنا كنت بعمله صدقا فدلوقتي صدقا جامل صدمة ساعتها ما كانش في بالي حتى ده يعني أنا بقولك أن صدقا كنت هي دي اللي مش قادر أشوف الشرور قد كده مترفقة أو موصلة تامة للي بيحصل دلوقتي وأقول على غير الحقيقة أنه لا مش ده السبب لكن دلوقتي إحنا نقدم بقى مشروع فكري كامل اللي هو خلاص التراث بشري بشري فيه الصحيح الكثير وفيه الخطأ طب تعالوا أقول لكم بقى إيه الحل